خرجت ندوة القصيدة الموكبية إلى أين التي أقامتها لجنة الموكب في مأتم المرخ بعدة توصيات وهي أن يقوم الإداريون بتوفير رواديد وشعراء متدربين كما شملت التوصيات التأكيد على دور الإداريين في تقليل عدد مرات خروج الموكب وتفعيل النقد الموضوعي سواء من الجمهور أو الرادود للقصيدة وأنه على الإداريين تشكيل لجان معهلة لمراقبة القصائد وخلال الندوة ألقى الشيخ بشار العالي بالمسؤولية على الرواديد مشيرا إلى أهمية قيامهم بصياغة الموكب في البحرين من جديد سعيا لإحداث تغيير جذري في كل ما يتعرض له من سلبيات وتحدث العالي عن أسس القصيدة الحسينية فيما أكد الرادود عبد الشهيد الثور على أسس أخرى وأن للكلمة الأولوية على اللحن وتحدث الإداري سلمان الدرازي عن دور إدارة الموكب في تطوير القصيدة الموكبية ترجمة نانسي قنقر